السلام عليكم و مرحبا بكم في هذا الفيديو سنرى فيه كيف تصبح الجدادة صراحة كنت أريد أن نقوم بكثبتها في الورقة ولكن كاريتها تستطيع خرج ناقصة او لم ينبانش لكم لنقرر أن نقوم بها الطريقة المهم هذه الجدادة فهي مخصص بدرس معين او بمادة معينة او بمستوى دراسة معينة فهي عامة يعني تصلح للجميع الحويس كذلك هذه الجدادة سنحاول ونقوم بها جميع العناصر لتكون في أي جدادة يعني اجمعت لكم كل شيء غير سنعطيكم فكرة عامة على الجدادة من الناس التي تكون المراحل التي تدوز بها المهام الأستاذ والمهام المتعلمين وهذا ما نطول عليكم في الهدراف ندوز لشرح الجدادة وأول شيء نبدأ بها هي المراحل ثانيا مهام المدرس ثالثا مهام المتعلمين أو مهام التلاميذ في الخانات الأخرين كيكون عندنا أولا التمهيد يعني كنم هدول الترس كيكون ثانيا القراءة هذه بالنسبة للطرس اللغة العربية ثالثا كيكون عندنا الفهم رابعا كيكون عندنا الصعوبات اللي قدروا يواجههم التلاميذ في الفهم ديال الترس خامسا كيكون عندنا المعالجة دير هذيك الصعوبات اللي كيواجهه التلاميذ سادسا كيكون عندنا تقنيات التنشيط يعني الأهداوات اللي كنستعملوا بش نشطه الدرس وسابعا كيكون عندنا الوسائل الموظفة وآخيرا كيكون عندنا أشكال العمل هذه هي الجدادة كرسمها يعني هذي كتكون ديالجنت رسمها يعني يجبك تعقل على هاد العناوين على هاد المراحل وكتبت تعمر كل وحدة على هادة اذا بالنسبة لتمهيد الترس كيف قلش هو انك تحفز التلاميذ وكتير الاهتمام ديالهم باش اكيد بدأوا تدركوا على الترس وكتبت اعطيه واحد الموقت ديالج واحد بريزنتات عن هذا الترس ديالج باش التلاميذ يكونوا مركزين معاك ويكونوا عندهم واحد الاهتمام هذا الترس لازي تقدم لهم او لو تقدر تجيب بعض صور او لو تعرض مقطع من الترس وكتبت تتعود وماذا تناقشوه بتالاميد تلك المهم درور انك تدركها الإسساسيال هو انك في التمهيد تدرك احد التعلميذ حول هذا الدرس المساكل كيف يكونوا فيه ما هي استفاده منه الى الاخيره الإسساسيال هو انك تدرك اهتمامهم ييركزوا معك ويتبعوا معك الدرس هذا بالنسبة في التمهيد المهام دي المدرس هنا في التمهيد المهام دي المتعلمين هو طبيعة الحال الإنصاز إلى الأستاذ والإجابة على الأسئلة هذه المهام للمتعلمين من بعد ما كنت تسالي التمهيد كنت ندوزه للقراءة وبالنسبة للقراءة فمهام المدرس في المدرس يقرأ هذا كنص أو لذيك الواثيقة واحد القراءة ساليمة جاهرية جزء المراش أو لثلاثة على حساب الصعوبة للنص إلي كان النص فيه كلمات صعيبة في المدرس يقدر يقرأ ثلاثة لثلاثة للمراش هذا النص وبالتالاميد يعقله على ذلك الكلمات الصعبة إلي كان النص بسيط فالأستاذ يمكن أن يقرأ النص مرة واحدة أو لذيك المراش المهم أن تكون قراءة ساليمة بدون أخطاء وتكون صوت مرتفع لذلك التالاميد يستوعبه ذلك النص ويقدروا يقرأوا يقرأه ثانياً يطلب الأستاذ بالتالاميد أن يقرأوا ذلك النص أو الواثيقة في الخاطر ديالهم يعني قراءة صامي كل واحد يقرأ بوحده وفي خاطره ولكن عنده شيء صعوبة بشكل كلمات فهو يتجاوزها الراسة وتاليتاً يطلب من التالاميد أن يقرأوا بصوص مرتفع يعني كل واحد على حدة يعزل ثلاثة أو لاربع ديلة تلاميذ يقرأ هذا يقرأ هذا يكمل هذا المهم حتى يعزل تلك التالاميد بغازاء لفوك يعزل التالاميد لكي يبانوا لأنهم صعوبة في القراءة أو لشي تلميذ يحشم وبالنسبة لمهام ديال المتعلمين فهي سهلة أولاً يقرأ قراءة صامية وكي يكون فردية لكل واحد على حدة يقرأ أحد تلاميذ أو لجوج قراءة جهرية والتلاميذ الأخرين يصنصوا الإنصات والمتابعة مع الصديق ديرهم لكي يقرأوا إذن دائماً فالول المهم ديال المتعلمين فهو مسائلين وبيني وبالنسبة لمرحلة الثالثة اللي هي الفهم فمهام مدرس فهو يطرح أسئلة تساعد على الفهم كي تعطي أسئلة لكي تخلي للتلاميذ أنهم يفهموا عندك التصم اللي يجاوبوا على هذه الأسئلة بحال إعطي عنواناً مناسباً للنص تعطيهم أسئلة لكل جاوب ديالهم كن داخل النص وكذلك استخراج الفكرة العامة للنص ومناقشة أفكار النص بالإضافة إلى شرح الكلمات الصعبة في النص إذا كانت موجودة وبالنسبة للمهام ديال المتعلمين في المرحلة ديال الفهم فببساطة هي الإجابة على أسئلة الأسئلة بالنسبة للمرحلة الرابعة اللي هي الصعوبة اللي يقدر يواجه التلاميذ في الفهم للنص فكنين بزاف ديال الصعوبات اللي كي يواجههم التلاميذ في الفهم غيرين نتكر لبعض منهم فمثلاً قدروا تلاميذ ما يقدروا يفهموش لنا بعض الكلمات الصعبة في النص أو عدم القدرة على تحديد الأفكار الجزئية أو مثلاً عدم القدرة على تفريق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم بالإضافة للمشكل الربط بين الأفكار لإعطاء واحد الجواب ليكون مناسب أو لا صعوبة نطق بعض الكلمات أو لبعض الحروف أو لا صعوبة عدم فهم السؤال وهو كي نورو مرمى ان تر البطول يحتويك الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي أو أن يفرق بين الفعل الصحيح وفعل المعتل أو الفعل المجرد وفعل المزيد هذا النسبة للغاة العربية كذلك بالنسبة للريادية ما يقدروا مثلا ما يتمكنوا من العملية تل قسمة او لذي الترب يعني كيف قلت هذه الجددة فهي خاصة بجميع المواد وجميع المستويات يعني هذه جددة عامة ومجردة هذه بالنسبة للصعوبات كيف قلت لكي واجههم التلاميذ هنا بطبيعة الحال التلاميذ ما كيكون عندهم حتى شيء ماهام لأنه مضيجة القاوة واحدة الصعوبات وبهذا قد ندوز المرحلة الخامسة اللي هي المعالجة يعني كيف سنعالجوا هات الصعوبات اللي لقاءوا التلاميذ والمعالجة نجيبوها انطلاقا من الصعوبات يعني كيف تكون نتعمر الجددة ديالك ومن ذلك قد تدير المعالجة يعني انت تتوقع مثلا الصعوبات اللي غيرتح فيهم التلاميذ وكتدير المعالجة ديالهم وهنا قد نقول مثلا شرح طريقة استعمال المعجم يعني مثلا كنت تقري اللغة العربية وكانوا بعض الكلمات او بعض المصطلحات اللي هم صعب فكين المعجم كتوري التلاميذ انهم كيفاش يمشون مثلا الفهرس يقلبوا على ذاك المعجم ليلقوا في صعوبة كذلك بالنسبة اللغة الفرنسية فكذلك كين المعجم وكذلك مثلا إذا لقوا لك واحد الصعوبة فمسلا تفرق بين الفعل المتعدد والفعل اللازم فانتك تعاوض تشرح لهم ذاك القاعدة اولاد التعريف ذاك الأفعال وكذلك تحاول تتوريهم كيفاش يفرقوا ما بيناتهم ومن بعد تدليهم واحد التمارين اللي بسيطة وكي يجاوبوا فيها على الألواح هذا بالنسبة للتلاميذ للصفوف الأولى والثانية هذا بالنسبة المهام ذاك المدرس أما بالنسبة المهام ذاك المتعلمين فراهم بينين فهم الإنسات الأسئلة الأستاذ والإجابة عليها بالنسبة المرحلة اللي جاية هي تقنيات التنشيط يعني شنو هما التقنيات اللي غاد نديروهم بس ننشطه هذا الدرس بدغوزية اللي غاد نستعملوهم يعني طرق للتدريس اللي غاد نعمد عليهم بس نفهموا التلاميذ هذا الدرس ومن بين هالتقنيات أنا أخشرت لكم جوج هدنا أولا الزوبعة الدهنية أو العصف الدهني والمعنى ديالها هو مثلا مالك تبدأ الدرس فانتك تخلي التلاميذ يخرجوا جميع الأفكار اللي كعرفوا على هذا الدرس يعني أي حاجة كيفكروا فيها فهم كيف يخرجوها يعني حتى كيستعملوا الدماغ ديالهم بنسبة ديال 100% وبالتالي انتك تكون عارفت شنو كدور لهم في راسهم وعارفت نسبة الدكاء ديالهم وكيستعملوا اللي عارف شنو خصك تقريهم وشنو الحاجة اللي خصك تركز عليها وشنو الحاجة اللي خصك تدوز عليها بالزربة يعني إذا كنت تلقيت أن التلاميذ عندهم واحد لفكرة أساسية على هذا الدرس اللي غادي تقري فبالتالي ما ديش تبقى كدير عليه تقديمه وهذا الشي اللي عارفين هو ما ديجا كتدوز معهم مباشرة المراحل متقدمة هذه الهدف من الزوبة التهنية كتبغي تعرف التلاميذ فيين واصلين وشنو عندهم في الراس ديالهم وش تبدأ معهم من أزيره أو لو تبدأ معهم مراحل متقدمة كذلك كنين ألعاب جماعية كنين ألعاب فردية إلى آخر يعني هذه تقنيات التنشيط بالنسبة للمرحلة الموالية وهي الوسائل الموظفة يعني الوسائل اللي غا نعتمد عليها باش نفاهموا التلاميذ هالدرس كنين بزاف ديال وسائل كمتلا الألواح أو لا تستعمل بعض الصور آآ الملساقة في الصبورة تكون عندها علاقة بالموضوع اللي اولا بالدرس اللي كنتك هتقري كذلك استعمال المثلات معرفش هده وش بول اسم دياله باللغة العربية ليسونسي المهم هو داتا شو كنين بزاف ديال وسائل اللي كنستعملهم بحل الحاسوب إلى آخر الكراسة يعني جميع أدوات راكم عارفينهم للتدريس وآخر آآ مرحلة اللي كتكون في الدرس أو اللي كندروها في الجدادة هي أشكال العمل وأشكال العمل كين عمل فردي وكين عمل جماعي مثلا عمل فردي هو القراءة الصامسة أو الزهرية للنص من أحد التلاميذ والعمل الجماعي هو اللي كتكون فيه مناقشة أفكار النص أولا من اللي كتدر لهم بعض التاملين في الصبورة وكي بدأوا نوضع الصبورة أو اللي كتدروا واحد يعني آآ آآ اسكال العمل فهي كتكون على حساب تقريبا كل درس كين بعض الدروس اللي كتتتعمل فيهم مثلا غير العمل الفردي ما راديش تتعمل فيهم العمل الجماعي وكين بعض الدروس اللي كتتتعمل فيهم العمل الجماعي وكين بعض الدروس اللي كتتتعمل فيهم العمل الجماعي وكين بعض الدروس اللي كتتتعمل فيهم العمل الفردي هذه الجدادة عامة يعني لا تستعمل هذا الشيء كامل في الجدادات كلهم كلها جدادة كتير فيها من المرحلة يعني كي نصير بغيتكم تعرفوا أن الجدادة منها كتتتكون كتتتكون منها كامل وكنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وتكونوا عرفتوا الجدادة منها كتتتكون ومن هذا الفيديو الذي سأقولكم إن شاء الله فريوسكم الله يوفق